مخاوف شبح الركود الاقتصادي في أكبر اقتصاد بالعالم يعود من جديد ليخيم على تحركات الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي مسجلة خسائر أسبوعية للداو جونز هي تعتبر هذه المرة بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب يخسر فيها الداو جونز أكثر من 850 نقطة البيانات الاقتصادية وخاصة من بيانات الوظائف حيث ضاف الاقتصاد الأمريكي 114 ألف وظيفة تأتي هذه الأرقام أضعف بكثير من التوقعات عند ال 185 ألف وظيفة تثير اليوم هذه البيانات الأرقام التي تأتي ضعيفة لواقع الاقتصاد الأمريكي الأسواق الأمريكية كانت ردة فعلها واضحة مع هذه البيانات الضعيفة ردة الفعل أيضا كانت على الدولار بتراجعات اختبر فيها أدنى مستوياته منذ مارس بالإضافة أيضا لعوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات التي أيضا تأتي عند أدنى مستوياتها منذ ديسمبر الماضي هذه التراجعة تلاحظوا بالنسبة لمؤشر الدولار الذي كسر مستويات المائة وأربعة تأتي أيضا حركة الأسواق الأمريكية على الرغم من زخم نتائج أعمال الشركات وخاصة بقطاع التكنولوجيا لاحظنا ضغط واضح من أسهم التكنولوجيا والمخاوف التي باتت اليوم من نتائج أعمال هذه الشركات وما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي في الفترات اللاحقة من هذا العام والأعوام المقبلة وبالتالي هذا ما يؤثر على المعنويات بالنسبة للمستثمرين يورو نيكست وون هندرد كنا على متابعة بتراجعات كانت الأسبوع الماضي بأكثر من ثلاثة في المائة الأبرز كان لدينا بنك إنجلترا وقراره الذي اتخذ فيه خفض معدلات الفائدة بربع نقطة أساس وبالتالي وصلت لخمسة في المائة وتعتبر هذه أول قرار منذ عام عشرين عشرين ولكن أيضا كانت ردة الفعل سلبية نتيجة التراجعات التي شاهدناها في وولستريت والتي انتدت أيضا على التحركات في المنطقة الأوروبية تحركات أسعار النفط كانت مرتبطة بشكل كبير ما بين اجتماع أوبيك بلاس وقراره أيضا المتعلق بتثبيت أيضا سياسة الإنتاج كما كانت في الاجتماع الذي سبقه وبالتالي التخلص التدريجي من الخفض الطوعي عند 2.2 مليون برميل من أكتوبر إلى سبتمبر من عام 2025 التوترات الجيوسياسية كانت حاكمة بشكل كبير على تحركات الأسعار وبالتالي كسرنا مساويات الثمانين دولارا خلال الأسبوع الماضي تراجعات كانت للأسبوع الرابع على التوالي بالنسبة لأسعار النفط الخام الأمريكي لاحظوا التراجعات بأكثر من 4% مخاوف أيضا ضعف الطلب من الأسواق الأسيوية كان لها تأثير وخاصة من الصين وتراجع مصافي التكرير بالإضافة إلى ذلك نشاط الصناعات التحولية البيانات الضعيفة التي كانت الشهر الماضي إن كانت من الصين وأسيا وأوروبا وأمريكا تأثير واضح على الطلب وبالتالي هذا ما أثر على الحركة بالنسبة لأسعار النفط بالانتقال أيضا للذهب وما شهدناه من مكاسب كان الذهب على مكاسب الأسبوع الماضي وبالتالي سجل أيضا 2.3% كمكاسب شهرية سجل 5%